هذا الملتقى مهم جداً لأن نعرف أن الدولة عندها هذا التوجه نحو تكريس مسألة التسامح وشرعت لذلك القوانين بدءاً بدستور الدولة الذي أطلقه الأباء المؤسسون في مطلع السبعينات وهذه تكمل لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد التسامح في المجتمع بين الأفراد بين المؤسسات جلوسنا على طاولة وحدة مع مختلف المؤسسات لوضع الطرق في التواصل والتواصل أيضاً مع مختلف الجهات لتوصيل رسالة التسامح التي تدعو إليها دولة المارات العربية المتحدة يعتبر إنجاز مهم باعتبار أن التسامح ليس فقط مجرد مبدأ نظري وإنما ممارسة عملية من خلال دعم الحكومة وأيضاً العمل في مجال الإنتاج والعمل المؤسسي وكيف نستطيع أن نحول الموظف الفاعل إلى موظف متسامح اشتركوا في القناة